بس خلينا بقى نعرض لحضراتكم الخلاصة بقى يعني بلاش تسمعوا للإعلام بقى بلاش تسمعوا للقنوات الهجايص بلاش تسمعوا للكلام الفاضي بلاش تسمعوا لللي بيقولك لسه فيه أمل لسه فيه خير لسه هنحلها اعرض يا عم الخبر اللي بعديه على طول مباشرة ونقول للناس وصلنا لفين الحكاية راحت على فين هتقولنا بقى الخبر ده وننتهي بقى ونقول للناس ان الحكاية خلصت الموضوع خلص والله هتلي بقى الخبر وسمعنا كده لا هتلي الخبر اللي بيقول ان المفاوضات انتهت ولا أمل للمفاوضات والحكاية خلصت خلاص والناس مالوا السد وانتهى الموضوع والتحديد تصريحات مبارح وتصريحات أول مبارح ورينا الخبر الري اختتام جلسات مفاوضات سد النهضة دون اتفاق الحمد لله اعترفنا اهو اهو اعترفنا اهو بفضل الله سبحانه وتعالى ان الامور انتهت الحمد لله ويعني ايه خلاص الري وزارة الري وزارة الري بتقول جلسات مفاوضات سد النهضة انتهت يعني ايه يعني رايحين على سواد يعني لبستونا في الحيط يعني رايحين في ستين دهية يعني ولادنا ولاد ولادنا ولاد ولاد ولادنا هيقيشوا حياة زي الزفت هيقيشوا حياة فيها أزمة مالية فيها نقص مية فيها نقص زراعة مش هنعرف نزرع مش هنعرف نشرب هيجينا عطش هنبقى زي يعني لا لا اقلل ولا يعني اتحدث عن اهلنا في افريقيا اللي بيقشوا في مجاعات بسبب نقص الماء لكن يبدو ان احنا رايحين في الاتجاه ده دولة عظيمة زي مصر دولة عظيمة زي مصر النهاردة رايحين على عطش داخلين على سنوات عطش من كل الله من كل الله يعني بيعت المية وبعت الأرض وبعت الغاز فاضل ييدي تباع فهمونا السيسي قالها وعدها وحضراتكوا فهمتوها واضح قد لك بيع نفسي هو مستعد يبيع كل حاجة في مصر مستعد يبيع كل حاجة في مصر قال لك بيع نفسي هو حدي هيبيع نفسه السيسي بيع كل حاجة تيران وصنافير اتباعت مية النير اتباعت كل حاجة الغاز بيتباع كل حاجة بتتباع فضل ايه شركات التحاليل في مصر اتباعت للاماراتيين المستشفيات اتباعت للسعوديين القناة السويس اتباعت للاماراتيين كل حاجة اتباعت مفيش حاجة في البلد ما فضلتش للشعب المصري يبقى مين اللي خان يبقى مين اللي باع البلد يبقى مين اللي تخلص من الشعب المصري كل يوم بيتخلص منه وبيقضي عليه مين اللي بموت الناس النهاردة في المستشفيات والشوارع مين لا فيه مستشفيات ولا فيه بنية تحتية ولا فيه اي فين حرام عليكم حرام عليكم يقولك تجار غضب وتجار وخونا فين حبيبي يقولي كلام واقعي عندي أزمة النيل ووزارة الرأي بتقولك خلصنا والأمر الصناعية بتقولك ملينا للسد خلاص وبعدين احنا رايحين على فين حرام عليكم حرام عليكم مفيش حد يطلع يقول للنظام اللي احنا عايشين وشايفينه بقينينا النهاردة كل يوم أسوأ من الأول كل يوم أسوأ من الأول فين الجيش فين قواتنا المسلحة فين تسلحنا فين تسع رقم 9 في الترتيب العالمي أقوى جيش في المنطقة وفي العالم فين ده فين فين يا جماعة فين المليارات اللي بتتصرف على تسلح الجيش فين المليارات اللي بتتصرف على طيارات الرفال الفرنسية فين التسليح الروسي فين التسليح الأمريكاني فين الطيارات بدون طيار فين الطيارات الهليكوبتر فين الـ F-16 فين فين ده كله حطينه فين مخبينه فين ولا بنوجهه ضد الشعب ولا بنوجهه ضد حد غلبان بيقول كلمة حق فيه ايه ولا بنوجهه الليبيا اللي على بعد 1500 كيلو من حدودنا ومشغولين بأمننا القوم هناك ايوة نشغل وحقنا ننشغل بأمننا القوم في ليبيا لكن كمان ننشغل بأمننا الغذائي وأمننا الماء في أسيوبيا مش عامل لي فرقة هنا وهناك عامل لي راجل خلينا نشوف كده برضو كمان قواتنا المسلحة الكبيرة التقيلة اللي مكسرة الدنيا وعملين عملية استعراض ومش عارف ايه ومنورات وشغل مش شايفين ده على حدود السودان ليه مثلا في أسوان ليه مش شايفينه نقول للبشر والعالم احنا جاهزين نعمل اي حاجة يا عم ورينا اللقطات دي يا عم ورينا الاستعدادات العسكرية المصرية الجهنمية العالمية الدولية ورينا عم ورينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أسلحة متطورة دبابات غوصات طيارات قوات كوماندوس بحرية كوماندوس برية كل حاجة حاجة حلوة قوي ولا حد يقدر يقول وحش ولا حد يقدر يجادل ولا يتكلم لأن ده همنا الأول أن يكون عندنا جيش يحمي حدودنا يحمي أمننا القوم على الحدود ده شيء يرفع الرأس ما حدش يقدر يعترض عليه لكن فين القوات دي وتحركاتها ومنوراتها علشان أثيوبيا ولا احنا زي ما قلت من شوية فرخة وسكتين ومش عارفين نتكلم ونحن ليس لدينا سوى مسار السلمي والمفاوضات وفي الآخر لبسنا في الحيط أه والله العظيم قسما بالله لبسنا في الحيط والله العظيم الشعب المصري هيقعد يدفع تمن اللي بيحصل ده لمدة 150-200 سنة أقسم بالله أنا بقول لحضراتكم أقسم بالله 150-200 سنة ديون تحطت على مصر للصبح ديون داخلية وديون خارجية وأزمات داخلية وأزمات خارجية وأمراض للشعب تحتاج إلى مليارات علشان تتعالج مليارات تريليونات علشان نعالج الشعب اللي عنده فيروس سي وعنده بلاوي سودا ليل ونهار متصب الضغط والسكر وكل الأمراض ده كله محتاج ميزانيات كله محتاج مليارات فين ده كله؟ مين هيحاسب على ده كله؟ مين هيقدر على ده كله؟ مين هيحاسب على ده كله؟ مين هيحاسب على ده كله؟